الموبايل في حياتي الشخصية بتواصل طبعا مع أهلي مع جودي بتطمن على ابني طول الوقت برضو على طريق الموبايل هو جزء مهم جدا في حياتي يعني ما قدرش تخيل يومي من غير الموبايل ما قدرش استغنى عنه فعلا رقم موبايلي ممكن يبقى مع الكلاينت مثلا ممكن حد بيكون اتعامل معايا يدي رقمي لحد تاني عشان يكلمني برضو من غير ما أنا أكون عارفة للأسف آه بضطر أرد على كل الأرقام الغريبة لأن ممكن يبقى حد عايز يطلب مني حاجة أو كده ومش معايا الرقم الشغل فبيكلمني عن الرقم الشخصي هو عمتا الأرقام الغريبة برضو يعني بتخليني قلقانا أن أنا أرد بس لازم أرد أشوف مين يعني في رسال كتير بتجيدي على الصفحة بحكم شغلي في حاجات منها بتبقى كويسة هو في حاجات لأ طبعا بتبقى معاكسات أو حاجات مش في محلها يعني مش في مجال الشغل يعني الموضوع منتشر جدا الأرقام اللي هي المعاكسات أو حتى الرسالة اللي هي بتبقى في الـ أو الرسالة لمجهولة المصدر أشخاص عاملين يعني أي أكاونت مثلا وهمي مش مش شخصي بيعرض البنات كتير لأنواع كتير من المدايقات يعني جالي رسائل كتير على الإنبوكس في الفيسبوك أو في أي أبليكيشن وكل بنت بتتعرض طبعاً للرسائل دي طول الوقت التكنولوجيا عمتاً بقت جزء مهم في اليوم وفي الحياة عمتاً في كل حاجة فما ينفعش إنها دي تكون مصدر الإزعاج أو مصدر حاجة سلبية في حياتنا عمتاً اشتركوا في القناة